طيب زي ما احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اختص شهر رمضان المبارك عن غيره من الشهور بعدد كبير جدا من الخصائص في الحقيقة الخصائص دي يعني هي بتخلي الشهر ده محبب لقلب كل مسلم علشان كده النهاردة هنتعرف بالتفاصيل عن فضائل متعددة لشهر رمضان الكريم وزي اللي احنا نستثمرها ونطبقها في حياتنا اليومية كل ده هنعرفه من الدكتور احمد مصطفى محرم عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالازهر الشريف اللي منعورنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير وكل عمد تبا خير دكتور عاوزين نعرف يعني اهمية الفضائل الموجودة في شهر رمضان الكريم وزي اللي احنا نستثمر هذه الفضائل ونطلع باكبر قدر من يعني الاعمال المباركة خلينا نقول كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان شهر رمضان يعني شهر بركات ورحمات وهو منحة الهية عظيمة لهذه الامة المحمدية لو حبينا نتوقف مع بعض فضائل شهر رمضان فلا اجمل من ان نتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر الامة ويبشر المسلمين بفضائل هذا الشهر فأظن ان يعني اذا سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ليلة من شعبان وقف يخطب في الناس فقال يا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم مبارك شوف الاوصاف الجميلة او الحديث على بعض وبعد كده ممكن نتوقف بسم الله قال يا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم مبارك شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوع من تقرب فيه الى الله عز وجل بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فيه فريضة فكأنما قد ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعثقا لرقبته من النار وكان له مثل اجر الصائم غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف مع امور متعددة اصلاح الانسان بنفسه وكمان ان يكون تدينه تدين متعدي ان هو يهتم بالفقراء والمساكين ويفطر الصائمين بعض الصحابة فقراء فقالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم هم متخيلين ان انا افطر الصائم ده ان اجيب له الطعام كامل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او على مذقة لبن لماذا لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا ما اتى ولان الله عز وجل رحيم بعباده ثم اكمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال واستكثروا فيه من اربع اتصال خصلتان تردون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما فأما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم فتشهدون ان لا اله الا الله وتستغفرون الله واما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيدون به من النار ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو شهر فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم طيب يا اكتر يمكن الناس كثير ويمكن كلنا يعني منهم بنتقرب الى الله اكتر في شهر رمضان بنحاول ان احنا نعمل حاجات اعمال افضل ازاي حافظ على الروح دي بعد اما ينتهي شهر رمضان والله يعني خلينا نتكلم الاول في شهر رمضان وابعدا نتكلم بعد رمضان يعني في رمضان الاصل ان الانسان داخل رمضان وهو بيهيئ نفسه والاصل ان هو يستعد قبل رمضان يعني كان فيه فقرة رياضية دلوقتي انا لا اظن ان فيه لعب يلعب قبل التمارين والاستعداد والتأهيل والتأهيل بادني بل والنفس كمان فكون المسلم يدخل على صيام هو غير معتاده او يزيد في الطاعة وقيام الليل وتلوة القرآن عشان كده نسبك توم احيانا اثنين وخميس قبل رمضان مثلا يبقى ده تهيئا لرمضان فلما يدخل رمضان ممكن يكون في البداية الامر شاق عليه يعني يجاهد نفسه وده طبعا ثواب عظيم لان الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا فينا اللي هو جاهد النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلان طب يجي يقرأ القرآن يبقى القرآن اتقراء صعب عليه فبرضه يسمع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا اللي هو أجر القراءة في حد ذاته والأجر بتاع التعتع والمشقة والصعوبة بيثاب على هذه المشقة يبقى هو دلوقتي بدأ رمضان بدأ فيه مشقة وفيه صعوبة شوية وبيبدأ يحس أنه فيه اعتياد أو فيه سهولة في ممارسة هذه العبادة الصيام ما بقتش صعب زي أول يوم أو ثاني يوم القيام اللي بقى بيصليه في 8 ركعات أو 20 ركعة الموضوع بقى سهل أول يوم من ثلاثة صعب بعد كده يبدأ ينتقل من مرحلة مجاهدة نفسه وأنه يتحمل وأنه يستطيع يمسك المصحف ويقرأ جزء عايز يختم مرة واثنين وثلاثة ليه؟ لأنه بدأ ينتقل من مرحلة المشقة لمرحلة التلذذ والإيمان نفسه له حلاوة واضح؟ صيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بيهن حلاوة الإيمان يعني الإيمان له حلاوة والإقبال على الطاعة والاستمرار عليها مع إخلاص النية مع احتساب الأجر من الله عز وجل يبدأ الإنسان يتلذذ بهذه العبادة وينتقل من هذه المرحلة المرحلة الأرقى من المحرات الأولى نعم طيب أيهما أحب بقى عند الله ورسوله فكرة اللي أنا أختم القرآن الكريم أكثر من مرة في رمضان وقراءة سريعة علشان أعمل يعني خلينا نقول كده بلغة الشباب سكور أنا ختمت القرآن ثلاثة أو أربع مرات في هذا الشهر الكريم ولا لنا أقرأ قراءة متدبرة أفهم معنى الآياء وحتى لو ختمت مرة واحدة طيب إحنا عندنا قاعدة كده جميلة أو بتقول إيه بتقول لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع يعني أنا ما أقولش أني أفضل ده ولا ده إلا ما يكون الأمرين مع بعض صعب نعمع بين الأمرين ومش لازم يكون التدبر للقرآن كله يعني ممكن إنسان يتدبر صورة واحدة ويظل يتدبر فيها ويقرأ في كود والتفسير ويسمع شروح للتفسير طور رمضان صورة التي توقف معها فيها أحكام أو فيها إيمانية وفي نفس الوقت القرآن وانا مش فاهم معناك من هو لسه أقولهم عشان كده هو ده التدبير يبقى هو يجمع بين الأمرين يبقى هو سيحرص على التدبر ولو في بعض القرآن ويحرص بقى اللي هو القراءة القراءة في حد ذاتها مقصودة تقذف من نور الله عز وجل ومن الإيمات في القلب حتى لو هو مش فاهم بعض المعاني ففاهم معاني أخرى ولو غاب عنه معنى المراد وهو بيقرأ سورة ثانية هيظهر له معنى أخر وربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منه الذكر أنت إذا أقبلت على القرآن ربنا بيفتح عليك ويعلمك واتقوا الله ويعلمكم الله لكن خليني أقول أن القرآن يعني يقرأ في طول السنة لكن في رمضان يعني في تسابق في تلاوة القرآن في حد ذاته يعني حاجة بتقول كم ولا كيف بنقول نجمع بين الأمرين حتى لو الكيف ده في سورة لكن الكم المطلوب الإمام الشافعي رضي الله عنه كان بيقرأ القرآن في كل يوم مرة بتخيل بيقرأ القرآن كله في اليوم الإمام أبو حنيفة الطلاب يتعبوا يسألوه يا إمام في كم تقرأ القرآن في رمضان فقال لهم في النهار أم في الليل أصلا فقال لهم قالوا له في الليل قال لهم في الصلاة أم خارج الصلاة ففي حالة عجيبة يعني أنا مبارح كنت قاعد مع أحد يعني أحد الناس المحترمين جدا فلقيته بتكلم على أنه بيجاهد نفسه أن يختم كل ثلاثة يام في رمضان عشان يختم عشر ختمات ما شاء الله فده باب مفتوح سريع إلى مغفرة من ربك فيجمع بالأمرين يبقى أفضل طبعا طيب يا إقر نستثمر الوقت إزاي الوقت في رمضان وإزاي نستثمر الوقت ما بين الصلاوات والعبادات كمان قراءة القرآن عشان يعني أستفيد أكبر استفادة في شهر رمضان لا شك أني ما فيش حد بينجح من غير ما يكون أعمل دراسة جدوه اللي داخل كده رمضان بدفع الإيمانية والروحانيات وأنا هعمل وهعمل هيقع بعد شوية على طول لكن هو لو بدأ إزاي ما إحنا قلنا كده في البداية بيجاهد نفسه وشوية بيستمر يبقى هو عامل لنفسه خطة إن أنا في البداية بصلي مثلا بربعين بعد كده في نص التانية مثلا بعد عشر تيام هصلي بجوز وهكذا وفي نفس الوقت إنه هو ينوع ما بين العبادات والطاعة يبقى اغتنم صح يبقى أنا ما عنديش يعني رمضان مش كله قراءة قرآن بس لأنه عندي صلاة فريضة وعند نافلة عندي قراءة القرآن زي ما قلنا فيه بقى جانب مهم جدا وهو إن يكون الإيمان بتاعي والتدايم بتاعي متعدي اللي هو نفع الآخرين صيلة الرحم السؤال وتفقد الأرامل والأيتام مساعدة الناس بزكاة المال لو هي واجبة في هذا الوقت وذلك المسؤولين مجتمعي أه طبعا هو المسلم مش داخل جوه كهف وعيش لوحده واضح وربنا بيقول وقوله للناس حسنة صحيح تمام طيب دكتور عاوز أعرف من حضرتك يعني في قيم عديدة ومتعددة يعني الوحي بيخرج بيها في شهر رمضان منها مثلا قيمة الصبر إزاي أنا أقدر أعزز هذه القيمة خلال الشهر الكريم وأقدر إلا أنا أستفيد بيها باقي أيام السنة أيضا بالإدراك إدراك ما يقوم به يعني الإنسان وهو يصوم لابد أن يفهم هو بيصوم لي طبعا هو بيصوم لأن الله عز وجل أوجب عليه الصيام لكن أنا عندي غاية ربنا ذكره يا أيها الذين أمن كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مراقبة الله تعالى إنه عارف أن ربنا بيراه فهو لو خلى بنفسه مش هيقدم على الطعمه الشرب معين محدش شايفه إلا أنه يعلم أن الله عز وجل يرى يبقى هو يخرج من رمضان بالمراقبة لو خرج بيها يبقى نجح اللي امتثل أمر الله سبحانه وتعالى طبعا بالضبط كده هو دلوقتي وليس الاحتسبة الفقراء زي ما كان دايما ده اللي بيتقال دي اسمها حكمة بمعنى إنه في حكم متعددة للصيام زي في حكم كتير جدا من العبادات يعني مش عايز أطيل بس نرجع لموضوع الصوم يبقى في غاية علينا براحتك احنا مستمتعين بكلام حضرتك يبقى في غاية للصوم اللي هو لعلكم تتقون اللي هي التقوى مراقبة الله تعالى وفي حكم كتير جدا ممكن نذكرها لحد الصبح زي الاحساس بالفقراء واحد يقول لي دلوقتي يعني يعني يتذاكى شوية يقول لك طب أنا دلوقتي بطلع الصدقات ومش يصوم بقى لأننا كده كده أحاس بالفقراء لا هو مش ده العلة الحكم مش ده الأمر بس دي حكم المفروض تحصل المفروض أنت تاخد بالك منها وانت صايم الشرع الحكيم الله عز وجل يعني يعني لا يتعبد يعني عبادتك ليه مش أنك تجوع نفسك يعني هو مش هو ده المقصود في ذاته المقصود أنت تسمو نفسك تسمو نفسك لما تقدم الفطرة وتقدم الروح على المادة أنك تتذكر الفقراء والمساكين التجرد نعم أنك تشغل نفسك بما يقاربك إلى الله تعالى واضح لكن في نفس الوقت رمضان باب واسع للتوبة والله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب موسيق النهار ويبسط يده بالنهار يتوب موسيق الليل لكن في ذات الوقت يذكر بإني وأنا بتوب وأنا بتوب لابد أن أنا امتنع عن المعصية طيب هو رمضان امتنع عن المعصية واللي إقبال على الطاعة الأمر ما بعض طيب أيهم أعظم عند الله عز وجل الأعظم عند ربنا نمتنع عن المعصية طيب بمناسبة الحديث عن المعصية لأنه معروف أن الشياطين بتسلسل في هذا الشهر الكريم لكن أحيانا منشوف بعض الأشخاص اللي مازال سلوكها هو لم يتغير هل هذا شيطان النفس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرضة الشياطين يعني ليست كل الشياطين تسلسل وفي نفس الوقت انطباع النفس على بعض المعاصي يجعلها يعني بدافع شخصي اللي هي نفس أمارة بالسوء اعتاد على كده اعتاد بالعكس ده هو لو امتنع عنها يعني يحس أنه بتعذب عشان كده لابد ان هو في رمضان اللي كنت أصدع لي انه يتخلص من المعصية لو خرج من رمضان بتخلص من المعصية مع اقبال أليل على الطاعب أفاز عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذا أمرتكم بأمر طبعا في غير الفرائد إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اعمل اللي تقدر عليه واضح فاتقوا الله ما استطعتم طالما مش فرد طيب وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه خالص يبقى أن لو امتنعت عن المعصية ده أفضل وأعظم بكثير من أنا يعني أباشر طاعة كدير أوي ونفجي بفلوس حرام ونباكل حرام وأنا أمارس الحرام بعيني أو بسامعي أو ببصري أو 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 عشان كده كان سوفيان الثوري مثلا رضي الله عنه يقول لأن أدرأ عن نفسي ذرها مشوبها خير من أن تصدق بستمائة ألف دينار يعني لو أنا ابتعدت عن أي مال حرام إن شاء الله لو درهم مالوش قيمة أفضل من أن أتصدق بستمائة ألف دينار دينار ده كان أربعة جرام وربع ده بحاجة يعني بكلمة عن صار وملايين يعني ويقول لو تصدقت بيها وأنا معي حرام لا ما تصدقش بسامعي الحرام عن نفسي فهي دعوة للإقبال على الطاعات وفي نفس الوقت التخلص من المعاصي فلو إنسان تخلص من المعاصي ومما ينظر إليه ومما يسمعه ومما يشاهده ومما يأخده ومما يعني من أي معاصية بالليدي أو باللسان أو بالسمع أو 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 لو امتنع عنها في رمضان وخرج يعني طاهرا مطهرا يبقى فازة فوزا عظيمة يا رب يعني كلنا نفوز فوز عظيم طيب دكتور مسألة المتنع عن المعاصي وخصوصا من شهر رمضان يمكن بين الشباب دي بتكون يعني ما شاء الله وردة بشكل كبير وبتحصل لكن بنلاقي نفسنا بعد رمضان بنقع بنعمل إيه والله هو يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا انقض رمضان بعد ما اجتهدوا وأطاعوا وأقبلوا ظلوا ستة أشهر يسألون الله عز وجل أن يتقبلهم رمضان فكانت حياتهم رمضان المقصود التهيئة الطويلة وبعد كده شغل النفس بطلب القبول وأن أنا ما أعش يعني لا أعصي الله عز وجل ولا أعود لذنبي أكيد هيدنب يعني كل ابن ودم خطأ وخير الخطأين تأمون لكن أنه ما زال به جاهد نفسه حافظ على روح لو هو يحافظ على اللي هو عمله الرصيد اللي بقى عنده دلوقتي بيحافظ عليه هيتذكر نفسه ويقول يعني إيه حافظ على نفسك تذكر أن الله يراك اللي كان بيشوفك في رمضان منتصايم بيشوفك طول السنة اعلم أن الله يراك وامتثل أمر الله صحيح يعني في الحقيقة يعني في حكم وفي فضائل كثيرة في هذا الشهر المبارك الحديث علىها بيحتاج فقرات وفقرات وأيام يعني طويلة أيضا يعني لكن أنا شايف السنة دي ما شاء الله فيه روحانيات عالية أو في رمضان يعني رمضان السنة دي عامل زي رمضان اللي كنت نبقى عليه بتاع زمان فيه رمضان بتاع زمان حسين السنة دي إن هو ده رمضان بتاع زمان فيه روحانات في الشارع في المساجد فيه يعني فيه جو كده إيماني السنة دي أفضل بكتير وفي ذا ما حديث بكرت هو فكرة تهيئة الزاخ العام مش بس كمان الوضع في الشارع حتى كمان الأعمال الدرامية دولنات ما بقاش فيها المشاهد العنف والتطرف اللي كنا بنشوفها قبل كده اللي كانت بتأثر على قيم المجتمعين طبعا وده مطلوب فنسأل الله عز وجل أن يعني يملأ قلوب المصريين والمسلمين في العالم جميعا بالبهجة والسرور والقرب من الله تعالى وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام يا رب الله محمد دكتور أحمد ده محرم عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأثر الشريف بنشكر حيث فن ما لجودك معنا في صباح الخير شكرا جزيلا يا رب شكرا جزيلا